الحسين رسالة السماء إلى الأرض بهذه الكلمات صدحت حناجر الشعراء على بنصة منتدى العراقية الثقافية في جلسة استثنائية بمحتواها الفكرية والفلسفية فقد قرئت قصائده شامخة بحق الإمام الحسين عليه السلام وبحق رسالته السامية التي لا زال الشعراء يخط لأجلها أبياتا وأبيات الشعراء يكتبون لثورة الحسين لأنها خالدة فحقيقة هذا الجمع اليوم وهذه الدعوة الحسينية فجمعنا حب الحسين ولكل شاعر بسلاحة يبرز وهو القلم وقلنا ما قلنا للقصائد فلقناتكم الموقرة هذا الأبوذية بالشاعر أكبال حسب الحسين خدمته وعمر شعر حسب الحسين خلت دعبل لأن حسب الحسين وأفاطم ظلت الدعبل هوي كما يقول أحد الشعراء نكتب ونقرأ من القصائد الكثير عن مرحلة معركة الطف ورسائلها لكن الوقت حان لاستنباط نهج متطور لصياغة الرسائل الشعرية التي يجب ترسيخها في أذهان الأمة الآن هذا لكل شاعر حسيني والكل رادود أنه خليه بدأ بمرحلة جديدة أنه يعرف الناس شنو الحسين يوصل رسالة للغرب شنو الحسين وشي يريد الحسين سلام الله عليه أنا هسا جاي أكتب من هذا الجانب كتبنا هنا قصائق رسالية تتحدث عن ماذا يريد الحسين منها أو تتحدث عن إنسانية الحسين سلام الله عليه هذا المفروض ننتبه لها ونبدأ بيك خطوة هي مسألة عبرة وعبرة مسألة إنسانية توصل للعالم حقيقة الحسين نشوف وهو مذاهب في دين واحد فجمع الحسين سلام الله عليه في الطرف جمع زهير عثماني الهوى وجمع جون وجمع حبيب فالحسين سلام الله عليه رسالة إنسانية صحة رسالة من السماء إلى الأرض فالحديث عن الحسين شيق وذو طعم خاص فيه تختلط العظمة والكبرياء والسمو والنور والشهادة والإباء اختلاط النور بالنور لقناة الطليعة الفضائية عبدالغسان بغداد